حسن الخاتمة ان الله سبحانه وتعالى يوفق العبد العمل صالح قبل ما ماته توب من الزنوب ومن المعاصي بدل ما بقى عندي جميل انت بتؤجاري على فكرة وانت بتعملي طاعة للزوج وبتعملي جاء لو فيه نواية لو فيه ايه نواية لكن ان الواحد بس يطلع انطار زيادة ويطلع درجة زيادة لا انا عندي نواية وعندي ردر الله عز وجل رقم واحد في حياتي كل الدنيا هجيلك تحت رجلك تأتي اليك الدنيا جرجرة تحت رجلك حسن الخاتمة من ربنا يخليك في اخر عمرك تقبل على التعاط ويا رب اجعل رمضان ده يا رب اقسامنا عليك وقبل على التعاط والقرآن اللهم امين يا رب نسألك بحق حبك في رسولي لنسألك يا رب بحق لا اله الا انت سبحانه انت جعل لنا حل مع القرآن في رمضان ده يا رب نطلع منه بقيت عمرنا اجعل لنا حال يا رب خاص مع القرآن تدبر وفهم وحفظ اللهم امين فربنا يسر لك طاعة طاعة تموت فيها وتحسن لك الخاتمة هو ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبد خير وفقه اذا الله بعبد خير استعمله قالوا فيما استعمله يا رسولي قالوا وفق العمل صالح قبل ما ماته فيموت عليه فالمرء يعيش على يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه حسن الخاتمة العلامة الظاهرة قوي اللي شوفها الميت في حسن الخاتمة انزولي الملايكة واعرف ناس كتيرة جدا 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 وحكيت لكم دايما عن عن حد وانا كنت لسه بنت قبل ما تزوج جرنا وجدتي قالتلي ده في حالة ومش عارفة ايه وبتالي علي ايه ما نقف جانبه في امه فلان يعني زوجها في حالة صعبة ورحت وعملي الراجل الراجل اصلا كان مشلول والله شوفت كان مشلول وبعدين الراجل قبل يعني زي ما تقولي فقه كده من سكرات الموت الله وعليكم السلام الله وعليكم السلام ايه الله انا هم بقولي يا ربي ما فيسا اللي بيقول ايه وعليكم السلام اتفضلوا اتفضلوا ووسعوا لهم وعملي ووسعوا لهم ووسعوا لهم اتفضلوا اتفضلوا وراجل الله مبالك واحد تاني كانت زوجته توفاها الله وهو في سكرات الموت شوفتوا اللي جايبين عليه مية حنفت مية بدش مية مفتوح وعلى السر عرق 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 والله ما صلي على محمد والله ما صلي على محمد يا حبيبي يا رسول الله ما صلي على محمد الرجل المشهول تالي بقول لكم ده بيقوم يقوم ويقعد واسعوا لهم عليكم السلام اتفضلوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحصل تتنزلوا عليهم الملائكة ألا تقافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون أول علامة أول علامة ان الله صحانه تعالى يبشروا بملايكة جاية يبقى شايف ايه ما يعرفش كرين الفيديو اللي كان منتشر الرجل اللي كان كأنه بتوضى ويعمل ويتوضى وبعدين يصلي الفيديو كانتشر فترة فترة على اليوتيوب حاجة عظيمة جدا من علامات حسن الخاتمة ان يختم لك بالشهادة اشهدوا قال لا إله إله وشهدوا محمد الرسول الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هو ده حسن الخاتمة هجاوبكو أنا هجاوب على الأسئلة يعني هعمل يعني فترة حلوة النهاردة هجاوب على الأسئلة اللي انت قرأ بس خلونا نقول فكرة الإلبس تمام رقم اتنين من علامات حسن الخاتمة زي ما قلت لكم يرشح الجبين النبي صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن عرق الجبين تبص تلاقيه كده وتخرج الروح زي المية ما تخرج كده من فيه السقاء سلسة روح المؤمن أما روح الكافر كأن الصوف شفتوا الصوف وجاي شوك عليه وبيقطع الصوف الشوك بصوا عايزين نخلص الصوف من الشوك نعمل ايه يتقطع كده والناس عايزوا بالله يا رب نسالك يا رب حسن الخاتمة وإذا قمتت أرواحنا يا رب أن تكون عند قبضها شفيقة وعند نزعها رفيقة اللهم أمين يا رب اللهم أمر ملك الموت أن يكون عند قبض أرواحنا شفيقة وعند نزعها رفيقا يا رب العالمين اللهم أمين وأنزع أنت أرواحنا يا رب يا رب يا رب جعلها حسن خاتمة يا رب اللهم أمين ادعو ادعو كمان من علامات حسن الخاتمة إنك أنت تموت للجمعة برضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نسم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الاثنين يوم الجمعة يليلتها إلا وقال الله فتنة القبر فتنة القبر طبعا فتنة القبر رهيبة قال لو نجأ منها سعد لنجأت منها الأمة فاختلفت الأطلاع يعني اليمين جيف الشمال والشمال جيفين صلى الله عليه وسلم وعفوه ألوه أمين يا رب اللهم أمين كمان من علامات حسن الخاتمة الشهيد الاستشاد شهده في سبيل الله ما تعدون الشهيدة فيكم كل رسوله من كترة في سبيل الله فهو شهيد قال لا شهداء أمتي قليل لا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي مات في سبيل الله فهو شهيد واللي مات في الطعون فهو شهيد واللي مات في المطون فهو شهيد والغريق شهيد كل دي من علامات حسن الخاطمة إن شاء الله كمان اللي مات بسبب الهدم الشهداء خمسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المطعون والمطون والغريق والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله دولة خمسة فدي برضو من علامات حسن الخاتمة كمان من علامات حسن الخاتمة اللي خاصة بينا احنا كنساء الموت المرأة في نفاسها وهي بسبب انها بتولد ولدها وحامل به طبعا حديث الامام اللي قاله سيدنا في مسند احمد قال ان المرأة بيقتلها ولدها وجمعاء دي شهادة بيجرها ولدها بصر لهو المشيمة بتاعته الى الجنة يعني هو توفى الله وماتت وهي بتولد او ماتت او مات ولدها وهي كذا فهي توفاه الله فهي برضو دي مقام الشهداء كمان الحرق الحرق شهادة كمان اللي بيموت دون عرضه ودون ماله فهو دون ارض فهو شهيد كل ده فهو دون دم ودون عرض فهو ايه فهو شهيد والشهادة علامات حسن الخاتمة كمان اللي بيموت مرابط في سبيل الله يا رب يعني حديث النبي رباط يوم وليل في سبيل الله خير من صيام شهر رباط يوم وليل في سبيل الله خير من صيام شهر وقير وإن مات جر علي عمله الى يوم القيام عمرو عمال الحسنات عمالة بالدر وعداد الحسنات شغال الى يوم القيام من علامات حسن الخاتمة زي ما احنا قلنا ان هو يقول لا اله الا الله ويختم بلا اله الا الله يعني صحابي مات على ايام العهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قوله لا اله الا الله ما بيقولش جروا لعنبع لساته السلام لسانه معلق في الحق من كتر لا إله إلا الله شوفوا أصلا مخرج اللام فين فهو من كتر لا إله إلا الله حلقه إيه؟ حلقه علق بيها تمام الواحد يلحي بس على الله في الدعاء والله أعرف أختي أنا أعرف كده فلانة بتاعت حسن الخاتمة من كتر دعوتها اللهم أحسن لنا الخاتمة يا رب اللهم أحسن لنا الخاتمة طبعا من أسباب حسن الخاتمة إنك توازب على صلاتك إنك تبقى أمن مقيم الصلاة إنك انت إزاي عندي حسن الخاتمة إننا على أقل أصلي عندي حديث من صلى البردين في جماعة الصلاة في جماعة البردين الفجر والعصر دخل الجنة دائما نوازب على الفجر والعصر في جماعة دخل الجنة الإيمان و صلاح العمل فمن آمن وأصلح إلا حصل فلا خوف عليهم ولو هم يحزنون مجرد انك تؤمن وتعمل صالباس والله الدين سهل لكن احنا اللي ما شاء الله علينا احنا اللي ما شاء الله علينا تقوى الله عز وجل في السر والعلم من أسباب حسن الخاتمة تلك الدار والآخرة ملهم نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المين والعاقبة المتقين جعلنا منهم يا رب أولو أمين